موسيقى 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 وجماعته ولا ما نحطش في اعتبارنا غير انهم ناس خلفوا القانون ولازم ياخدوا جزائهم عموما اكيد طبعا احنا يعني بنتمنى انه في الاخر تكون في قوانين ونمشي عليها ولكن برضو تكون بشكل متزن مع روح القانون هنعرف طبعا يعني مع مراعاة طبعا اكيد للابعاد الانسانية بعد الفاصل هنكمل معاكم جولتنا الاخبارية هنبدأ جولتنا المحلية النهاردة بالتصريحات الخاصة اللي قادلة بيها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لجريدة الشروق قال فيها انه جماعة الاخوان متورطة في العديد من العمليات الارهابية وكان اخيرها تنظيم كتائب حلوان الوزير اضاف انه التكنيك الاخواني اتغير اتغير كتير في الفترة الاخيرة وانه لم يعد التنظيم يدار بطريقة هرامية خصوصا فيما يتعلق بعمليات العنف والارهاب وانه في خلايا عنقودية غير متصلات ببعضها البعض بمعنى ان كل خلية عددها 8 افراد وبيتم القبض على لما بيتم القبض على شخص لا يقود الا الاعضاء اللي في الخلية بس وبالتالي فمهمة اجهزة الامن بقت كبيرة علشان توصل لكل الخلايا دي اللي ويبراهيم كمان قال انه حديث الاخوان عن السلمية ما بقاش منطقي وما بقاش ينطلي على احد بعد تورطهم في عمليات محددة زي تخريب اعمدة ومحولات وابراج الكهرباء وكمان انفجار مزرعة الفيوم من اسابيع في اعضاء خلية اخوانية كانوا بيصنعوا المتفجرات واستهداف كمان العديد من رجال الشرطة مكملي معاكم في الملف الامني وخبر من جريدة الوطن عن نجاح مباحث امن المواني بميناء العين السخنة في ضبط اربع حويات بتحتوي على تسعين طيارة تجسس صغيرة بتعمل بالريموت كنترول وبتتضمن امكانيات خاصة بتخليها انها معدة للتصوير ووصلت المعلومات لمباحث امن المواني وادارة الجمارك في العين السخنة بالسويس وباجراء التحريات اللازمة تبين استعداد عدد من المهربين لتهريب معدات الكترونية وطائرات صغيرة ممكن انها تستخدم فيه التجسس فيه رسالة قادمة من الصين لاحدى شركات الاستيراد والتصدير زمان ما ما كانش بتفرق وكون من التاري على الاخبار دي ولكن العمليات الارهابية المتتالية واتباعها لتكتيكات جديدة ومختلفة بيخلينا ان احنا نبتدي نتعامل مع الاخبار دي بجدية شديدة اليوم السابع اليوم السابع عملت تحقيق عن ظاهرة الزلازل بعد حدوث خمس زلازل في مصر خلال اقل من شهرين اخيرا كان الزلزال اللي حصل النهاردة الساعة عشرة ونصف الصبح على طريق القاهرة السويس على بعد 100 كيلو من القاهرة وبلغت قوة الزلزال ده 4.2 درجة على مقياس ريختر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم فودة قال انه المنطقة دي من المناطق الزلزال او الزلازل النشطة في مصر وانه المنطقة ما بين القاهرة والسويس فيها العديد من الزلازل غير المحسوسة على فترات متبعدة ولكن دون وقوة خسائر لانها بتحصل وسط الصحراء ولفت معهد العلوم الفلكية الى انه مركز مراكز الزلازل من ساحل البحر المتوسط بجزيرة كريت اليونانية بجنوب العاصمة اليونانية السينة وانه المواطنين في المحافظات الاسكندرية والمنصورة والاليوبية والقاهرة وغيرها من محافظات الدلتة وحتى حلوان حسوا بيها واكد انه لم يتمكن احد حتى الان من التوصل لوسيلة للتنبؤ بحدوث الزلازل ودور الشبكة القومية للزلازل بينحصر بس على رصد الزلازل ودراسة وتقييم اماكن النشاط الزلزالي في محيط مصر وعمل دراسات عن المخاطر الزلزالية وتوفيرها لمتخز القرار لكنه في الوقت نفسه طمن المصريين وقال انه الاماكن النشطة بالزلازل في مصر معروفة وانه المعهد معاه خريطة بيها ونفى انه تكون فيه اي هزات صغيرة او انه الهزات الصغيرة دي تكون مقدمة لزلازل اكبر لقدر الله مهم جدا بس انه انه احنا نبقى فاهمين انه مفيش لحد دلوقتي اي وسيلة ممكن تتنبأ بالزلازل عشان الاخبار اللي بيتم تدولها على انها زلزال مدمر زلزال عاصف كل الاخبار اللي بيتم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي على انها اخبار حقيقية عن تنبؤات بزلازل قادمة هي اخبار غير حقيقية زي ما قال المعهد العلوم الفلكية ورئيس المعهد القومي للبحث الفلكية ان ده غير صحيح الصناديق الخاصة لسه صداع في رأس الحكومة وفي رغبة كبيرة من جميع الاطراف انها تستفيد من المبالغ الكبيرة الموجودة فيها جريدة الجمهورية اكدت ان وزارة المالية بتدرس دلوقتي ادخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من ارصد السناديق دي والحسابات الخاصة بحيث انه تخضع للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة ده فيما يخص المناقصات والمزايدات اللي بتعملها السناديق دي وكمان فيما يخص صرف اجور ومكافآت للعملين بها الوزير هاني قدري دميان قال انه التعديل بيستهدف تفعيل المظلة الرقبية الموجودة حاليا عشان تبقى فيه رقابة قبل الصرف ممثلة في المراقبين الماليين التابعين للوزارة واخرى بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات بالاضافة لاستهداف توحيد لوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد اخر غير معتمد بيجري حاليا دراسة اعتماد لوائح وقال انه عدد السنديق والحسابات الخاصة طبقا لاخر احصاء في 30 يونيو اللي فات كان 6347 حساب باجمالي ارصدة 275 مليار جنيه وده مبلغ ضخم جدا ممكن يحل كتير من المشاكل الاقتصادية الموجودة في البلد لو لقينا آلية للاستفادة من السنديق دي جريدة الوطن فتحت ملف خطير جدا عن رفض كتير من المدارس الخاصة للاطفال المصابين بمرض السكر وكأننا المفروض نعزلهم ونحرمهم من ابسط حقوقهم لمجرد انهم اتولدوا مصابين بمرض السكر او اصيبوا بيه وهم اطفال والد احد اطفال مصابين بالسكر قال انه بعد اصابة طفله بالمرض قدرك انه فيه اطفال كتير مصابين بيه لكنه اكتشف انه اصابة ابنه مش هي المشكلة انه فيه مشكلة اكبر اكتشفها لمراح يقدم له فيه المدرسة لانه فوجئ من المدرسة الموجودة بالقرب من بيته في المعادي رفضت استقبال ابنه في المراحل التعليمية المختلفة بسبب اصابته بالسكر رغم انه معروف ان المرض مش معدي وبعد ما عرض الابن المشكلة على صفحات التواصل الاجتماعي اكتشف انه عدد كبير من الاباء بيوجهوا نفس المصير مع مدارس وضعت شروط غير قانونية فيها تمييز غير مبرر مع الاطفال دي الصغيرين دول التحقيق ده بنحطه قدام وزير التعليم علشان يشوف المشكلة دي ويعرف ازاي مدارس بتحط لوائح خاصة بيها وشروط بعيدة عن الشروط اللي حطها الحكومة والوزارة وبتحرم عدد كبير من الاطفال من حقهم في التعليم ويعني ياريته في الاخر مرض معدي ده مرض السكر ده يعني غير معدي تماما ففين المشكلة؟ ياريت وزارة التعليم تقول لنا فين المشكلة جريدة الشروق عرضت حالة عادل عبدالعاطي احد الاعضاء المؤسسين لحركة حازمون بالسويس والانتهى بيه الامر بانه سافر لسوريا هربا من الاتهامات اللي بتلاحقه بارتكاب اعمال عنف والانضمام لجابهة النصرة هناك ومحاولته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي جذب شباب جديد او جدد من السويس للسفر والقتال في صفوف الجابهة وقال اصدقاء مقاربين لعادل في السويس انه بعد انضمامه لحركة حازمون طلبت منه قيادات الجماعات الدينية في المحافظة تكوين حركة يكون نشطها اجتماعي وديني وبالفعل نجح من خلالها في استقطاب شباب سلفي استخدمهم في الانتخابات الرئاسية لتأييد محمد مرسي وبعد عزل مرسي شارك في اعمال العنف اللي حصلت في المحافظة وانتهى بيه الامر للسفر للقتال في سوريا وقال مصدر امني ان عادل عبدالعاطي كان كمان من المعتصمين في ربعة وانه كلف عن طريق قيادات بجماعة الاخوان بجامع مواطنين من السويس للسفر للاعتصام فجمع اصفال الشوارع بالسويس وعدد من المتسولين وسفرهم للقاهرة من اجل الاعتصام بربعة وقال احد اصدقائه انه بعد خروجه من السجن عام بتنسيق مع عدد من قيادات جماعة الاخوان وسفر عبدالعاطي لتركيا ومنها دخل بمساعدة تلك القيادات الى سوريا للقتال في صفوف جبهة النصر نرجع ونسأل تاني وتالت وعاشر ازاي الناس دي بتخرج من البلد بالسهولة دي بالرغم من انهم من المفترض انهم مرصودين ومعروفين نخرج من الموضوع ده ونروح لخبر تاني عندنا بدايل كتير ممكن تجيب للبلد دخل كبير فاسرع وقت ممكن ده اللي كشف عنه دكتور عبدالعال عطية المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا اصطناعات التعدينية ونائب رئيس هيئة السروة المعدنية سابقا ده كان في حواره مع جريدة الاخبار قال عطية ان احنا عندنا مناجم فوسفات ودهب وحديد شرق اسوان لكنه اكد ان مصر بتعاني من البحث العشوائي عن الدهب واكد انه من بعد الثورة مباشرة انتشرت عصابات في صحاري مصر الشرقية بتستنزف موارد البلاد المعدنية وبتستخرج الدهب من المناجم القديمة بدون تصريح وبدون ما يعني تودي للدولة او تؤدي للدولة اي التزامات وقال انه الوضع في سينة بيكشف فشل التعامل مع ملف الثورة المعدنية واتكلم عن مناجم الفحم في منطقة المغارة اللي فضلت تشتغل لحد 2005 وكان بيعمل فيها العديد من ابناء سينة وبيقوم حول المنجم مجتمع سكني مكتمل الانشطة من مدارس ومستشفيات ومساكن للعاملين لكن دم تصفية شركة الفحم علشان يحل الارهابيين لحل العمال ونبدأ نتكلم عن استيراد الفحم دلوقتي وقال كمان انه محافظ القطارة هو امل مصر في التنمية المتكملة من زراعة والسياحة وتعديل وصناعة لانه ممكن ان احنا نزرع فيه الاف الافدنة في جنوب شرق القطارة مع اضافة نشاط الاستزراع السمكي على الحواف واستخدام الانتاج التعديني والتصنيع القائم عليه مصر غنية فعلا بس محتاجة اللي يدور على سرواتها والي يعرف ان هو يستغلها يعني اخر حاجة في الفقرة دي بس هنقف عندها هي المنشطات في صحافة بكرة وقابرة منشطات صحافة بكرة نبدأها من جريدة التحرير في جريدة التحرير الاخوان والبلطجية يسيطرون على مراكز الشباب وكمان التحرير تكشف بيزنس التخلص من الاوراق الحكومية في التحرير كمان محافظ القاهرة من وسط البلد لا عودة للباعة الجائلين و300 او عفوا 3000 بائع يطلبون اماكن بالترجمان والمحافظة نبحث امرهم كمان خبر في التحرير عن الجمعة بلا ظلمة اشارة انه يعني انقطعات الكهرباء كان ملحوظ النهاردة انه ما كانش فيه انقطعات للكهرباء في اليوم السابع رسالة الكتتني لماضي تكشف صفقة الوسط والاخوان قبل الانتخابات القيادي الاخواني طلب من ابو العلا وسلطان انسحابا سوريا للوسط من التحالف تمهيدا للدفع بكوادر الجماعة على قوائم الحزب كمان الاجهزة الرقبية تستعد لتقديم 40 تقرير عن قضايا فساد للرئاسة وعروض من شركات عالمية لانشاء محطات شمسية شاكر بيقول اقبال كبير على الاستثمار في مصر بعد الاعلان عن مشروع القناة الجديدة الحمد لله في اليوم السابع عزيزي المواطن الهاتف الذي طلبته لتبلغ عن شكوتك خارج نطاق الخدمة 125 شكاوى لا يرد واذا رد قال الموظف انتوا عاوزين مشاكل 30 سنة تتحل في يوم و 121 للكهرباء سيضعك على الانتظار بموسيقى تايتانيك طيب دي كانت ابرز العنوين فيه ومنشتات بكرة اكيد هنتابع بكرة معاكم ابرز كمان الاخبار ونقف عندها بالتحليل اكتر بعد الفاصل هنوصل معاكم دولتنا الاخبار